أهلا وسهلا فيكم مشاهدين في فقرتنا الثانية لهذا الصباح يعيش الأسرة أصعب ظروف الاعتقال المذلة والمهينة للكرامة الإنسانية داخل سجون الاحتلال خصوصا أثناء نقلها من سجن إلى آخر أو من السجن إلى المحكمة الأسيرة المحرر عبد الفتاح دولي قدى 12 عاما في الأسر وأطلق مؤخرا روايته تحت عنوان البوستة أو ما يعرف بعربة نقل الأسرة التي رغب في تسليط الضوء عليها بالإضافة إلى توثيق تجربة اعتقاله في سجون الاحتلال نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا من داخل الاستوديو الأسير المحرر عبد الفتاح دولي يسعد صباحك صباح الخير لكم صباح الخير للمشاهدين الكرام وصباح الخير للمرابطين في القدس في الأقصى دفاعا عن فلسطينيته وعن عروبته وقوفا في وجه هذه الإجراءات الهمجية التي تحاول النيل من الأقصى والمجد لشهداء هذه الهبة الذين ضحوا بدمائه من أجل الأقصى المبارك أكيد ينيا الرحمة على جميع أرواح شهداء الطاهرة بداية يعني أرواية بتتكون من 70 صفحة خلالها وثقت تجربة اعتقالك وتجربة معاناتك أيضا في الأسر لمدة 12 عاما فلو تعطينا هيك لمحة سريعة عن فكرة هذه الرواية نعم في الحقيقة البوستة محطة من محطات الأسر ومحطة يسيرة المفروض أن تكون ولذلك اخترت التسليط الضوء على البوستة حتى أقول حتى هذه المحطة البسيطة التي يظن البعض أن حافلة تنقل أسير إلى المحكمة أو تنقله من سجن إلى آخر تحمل كما كبيرا من الألم والمعاناة والقهر والإذلال البوستة كما قلت عبارة عن حافلة من الخارج يبدو شكلها حافلة لكن من الداخل هي عبارة عن سجن متحرك على عجلات من الداخل كل ما في هذه الحافلة حديد الكراسي كل شيء حديد يجلس الأسير في مسافة ضيقة ومساحة ضيقة لا تكاد تتسع للجلوس الطبيعي لساعات طويلة مكبل اليدين والقدمين من دون ماء من دون أكل من دون مرحاض ربما تستغرق الرحلة السريعة 18 ساعة وقد تستغرق بعض الرحلات أيام يومين ثلاث وربما تمتد إلى عشرة أيام على سبيل المثال الأسير الموجود في سجن في منطقة الجنوب في نفحة أو في النقب على سبيل المثال ومحكمته في الشمال في سالم ما يسمى بمحكمة سالم يحتاج إلى أيام وحسب يوم المحكمة إذا كانت المحكمة يوم الأحد بده يطلع يوم الخميس وإذا تأجل يوم الأحد يومين أو ثلاث برجع الشيء على النقب لأنه النقب بعيد فبينام في محطة انتظار اسمها معبار الرملة وبقعد كمان ثلاث أو أربع أيام يعني قد تمتد إلى عشرة أيام يخوضها الأسير الأسيرة الأسير الطفل الأسير المسن كل أسير في سجن الاحتلال يخوض هذه الرحلة المذلة والقاتلة في ظروف صعبة ومأساوية وأيضا هناك اتجاه آخر لهذه الرحلة وهي رحلة زيارة الأهل صح يعني حافلة نقل الأهل تختلف لأنه الصليب الأحمر يشرف على هذه الحافلة لكن الإذلال على حواجز التفتيش وعلى بوابات السجن والخروج مع ساعات الصباح الأولى والعودة بعد 12 و 18 وتصل في أحيان 20 ساعة من أجل 45 دقيقة زيارة من خلف الزجاج والتليفون هذا أمر صعب يتعرضون لإذلال حقيقي الأهالي بالعادة لا يذكرون ما يعانون على الطرق يعني بنسألهم على الزيارة كنا متعودين كيف الطريق يما بتكون لك سهلة ومنحة وما فيش إشي وبكون في معاناة تكريماً لأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا وأبائنا قررت أن أسلط الضوء على شيء يسير مما يعانوه الأهالي أيضاً في هذه الرحلة نعم نسأل نتحدث عن تفاصيل هذه الرواية أكيد بالتفصيل ولكن خلينا نحكي عن كيف جاءت فكرة تطلق رواية خاصة بعد الإضراب الإضراب الأخير الذي خاده الأسرة في الحقيقة كان الترتيب أنه نطلق هذه الرواية في يوم الأسير في فترة الإضراب لكن حتى نعطي الإضراب يعني الزخم ويكون التسليط فقط على الإضراب لأخرناها لكن إذا انتبهتوا في موضوع الإضراب كان أحد أهم مطالب الإضراب البوسطة تحسين ظروف البوسطة فأنا قلت أنه يعني خلينا نستنى لبعد الإضراب ونحكي الشو هي البوسطة فقط مطلب من مطالب الإضراب اللي وصلت حوالي 15 أو 16 مطلب مطلب واحد منها هو البوسطة فإذا كانت البوسطة تحمل كل هذا الكم من القهر والمعاناة فما بالنا بالمطالب الأخرى ربما يعني لما إحنا بنصلت الضوء دائما على الإهمال الطبي على سبيل المثال فبجوز يجي كل واحد طيب المش مريض معناته بعنيش في السجن فأنا أجيت أقول أنه المريض والمش مريض والأسير والأسيرة والصحيح واللي جسمه رياضي في البوسطة بعاني فبالتالي كل ما هو هناك خلف هذه القطبان وخلف هذه الجدران معاناة نعم أستاذ عبد الفتاح ما الهدف من كتابة هذه الرواية ما الرسالة التي تحاول أن توصلها إلى قراءها في الحقيقة البوسطة مجرد ذكر البوسطة للأسير لما بيجوا ببلغوا قبل بيوم في الليل بكلوا لبوسطة فهذا أصعب ما يسمعوا الأسير وما يحب أن يخوضوا الأسير ودائما في رحلة هاي البوسطة يجلس الأسير ويقول يا الله معقول في حدا ممكن يتحمل اللي إحنا بنتحمله يعيش أو يشعر أو يحس بشيء يسير من اللي إحنا بنتحمله ففي يوم قررت أن أكتب في موضوع البوسطة بعد الزيارة الأولى لوالدتي صراحة ولدتي حصلت على تصريح لأول مرة بعد أكثر من سنة ولما راح تجيب التصريح تعرضت لحادث ورفضت إنها تروح تتعالج وكالت للسائق الحافلة أنا مسامحة كلها يحجة كلت له أنا بديش إشي كلولها لازم تروح الناس اللي موجودين في الشارع كلت لهم بديش عندي إشي أهم عندي التصريح فراحت جابت التصريح وكان عندها مشاكل في إجريها أصلا وإجت على عكاز فقلت إنه يعني يجب أن نقول شيء في هذا الموضوع وأنا من 12 سنة 10 سنين في المحاكم والباقي يعني نقل ما بين السجون يعني 12 سنة في البوسطة فبالتالي اللي بعيش هاي المعاناة بحب ننقل ما يحدث أولا من أجل يعني تسليط الضوء على مكابدة ومعاناة وصمود الأسرة على فضح هذا المحتل وهذا السجان المجرم وحتى يعيش شعبنا وكل من يؤمن بقيام الحرية والإنسانية والعدالة في هذا العالم حتى يدرك ما الذي يحصل هناك يعني نأمل أن رسالتك تصل لكل القراءة وكل مواطنين أيضا يعني البوسطة تتحدث عن مرحلة زي ما حضرتك حكيت نقل من سجن إلى آخر أو من سجن إلى محكمة فخلينا نحكي عن هذا الجانب يعني بتحديد بشكل معمق أكبر يعني بيجي اسم الأسير محكمة أو نقل قبل بيوم بالليل طبعا بتكون صعقة عليه إنه خلاص بعرف إنه بدروح رحلة عذاب من صباح يوم البوسطة على باب السجن تفتيش مذل وفي بعض الأحيان عاري من الصبح بتكبل في إيدي وفي إجري وبكون في مكان في زنازين زنازين انتظار والانتظار هو أكثر ما يقتل في هذه الرحلة يعني بصير الأسير يتمنى إنه يخلص من هاي المحطة عشان يروح على محطة ثانية على الرغم إنه العذاب فيها أكثر بتفتش على المحطة الأولى تفتيش دقيق وعلى الأجهزة الإلكترونية الشبيهة باللي حطوها في المسجد الأقصى وأكثر من ذلك وأجهزة تفتيش إلكترونية يدوية ومطلوب منه إنه ينزل أوعيه ونزل لباسه الداخلي للتفتيش يشلح الحذاء وهم كبل في إيديه ويدخلوا على الجهاز للفحص وروح على الجهة الثانية يأخذ الحذاء وهم كبل ما بيفكه القيود وبدو يلبس الحذاء وهم قيد في مشهد صعب المرحلة المحطة الثانية كذلك والمحطة الثالثة والرابعة والخامسة في كل محطة في الطريق نفس إجراءات التفتيش وبتوقف البوسط على بوابات كل سجن عشان كمان الحافلة تتفتش كالبلاش حضي يكون حاطة تزارع فيها إشي بتدخل في مكان للفحص مكان مغلق شبيه بالفرن طبعا معتم في أجهزة خاصة عندهم أجهزة مسح خاصة بتوقف فيها الحافلة عشر دقائق ربع ساعة ثلث ساعة في أحيان فرن في الصيف فرن تماما في الشتاء هذه الحافلة بتكون عبارة عن ثلاجة وهاي بس في الروحة وفي الرجعة نفس القصة وهذا في يوم فقط فكيف اللي بقع ثلاث أيام أو أربعة أو أسبوعا أكيد معاناة ومذلة أيضا بالإضافة إلى البوسط ما الذي تطرقت الحديث عنه خلال الرواية تفاصيل ما يجري في البوسطة والأحداث طريقة الجلوس في البوسطة المعاناة الجائع معاناة من لا يتحمل السفر الطويل لا يأكل اللي ممكن أنه يراجع في البوسطة ويكون يعني مضغوط لأنه ممكن إذاك زملائه على الأرض صحيح والريحة ومش عارف إيش وما إلى ذلك في البوسطة أسير أخوه طفل شبل الأطفال بيعشوش مع الكبار مفصلين نعم وهو أعتقل مبكرا وأخوه كبر وأعتقل طفل أنه يعني عمل أنه في مشكلة أو في شيء نعم فبلاقوه بروح بيحتضن بيجري حوار غريب مع أحد المعتقلين الأطفال لأنه بلتقوش مع بعض إلا في المحاكم في طرق المحاكم في بعض المحطات فبكتشف أنه أخوه أخوه أيضا من الأمور المهمة في البوسطة هذه الأم اللي بتحصل لأول مرة على تصريح من أكثر من سنة بتروح ملهوفة أنه تزور ابنها ابنها بكون عنده محكمة بالغلط فيش عنده محكمة وبيجي بكلوله عندك محكمة هو فيش عنده محكمة فبطلع على المحكمة على البوسطة بالغلط هو بعاني كل ما يعانيه في رحلة البوسطة ووالدته الملهوفة لرؤيته بتعاني كل ما بتعانيه في طريق زيارته بتيجي بتلقش وهو بروح على المحكمة على الفاضي فبرجع لا بيشوف أمه ولا أمه بتشوفه أيضا تفاصيل ما يجري ما بين الأمهات ما يجري على الحواجز التفتيش مع إحدى النساء طبعا الأمهاتنا الزوجات الأهالي يعني بيعتادوا أنه يوم الزيارة أنه يفتشوا حالهم منيح ما يلبسوش أي إشي فيه ممكن يعني معدن ولو صغير إحدى الأمهات بتنسى بتلبس إشي داخلي في معدن بسيط وبالعادة بيكون موجود في جهاز المسح بيزمر الجهاز برجعوها أول مرة ثاني مرة ثالث مرة إرجعي تفتيش في إشي معيش إشي لأ معك إشي شلح مش لابسة لخاتمة لساعة فالخيار الأخير دائما بيكون لما بيكون في إشي بيزمر على الجهاز ومش يمبين بدخله للسيدة على غرفة صغيرة مع مجندة وبفتشوها تفتيش شبه عاري طبعا بتكلش بترضاش تقول إما عشان ما تزعجش ابنها لأنه راح يصير مشاكل في السجن أو زوجها وما إلى ذلك عشان أيضا تحافظ على نفسية ابنها نعم متحافظ على نفسيته في هاي التفاصيل أيضا الوسطى تتحدث عن أمهات فارقوا الحياة أثناء هاي الرحلة ماتوا أبناؤهم في السجون أمهات لم يعد بإمكانهم خوض هذه الرحلة بسبب الوضع الصحي أمهات ما زالوا بنتظروا وأيضا هاي الرحلة تحمل كم من الأمل وتتويجه كان هاي الحافلة اللي نقلت الأسير كل هاي السنوات في كل هاي الرحلات القهر والعذاب هي ذات الحافلة اللي بتنقل الأسير لبوابة الحرية صحيح فبالتالي رغم كل هذا الألم كان هناك فيه نوع من الأمل بدنا نعيش كتبتها أنا قصيرة مش طويلة حتى تشوق القارئ لقرائتها وكتبتها بطريقة بسيطة على الأقل يشعر اللي بيقرأ فيها وكأنه هاي الرواية مصورة نعم يعني فيها تفاصيل بتشد فكيف ممكن نقارئ أنه يندل عليها هو الحال المفترض أنه تنزل على المكتبات دار النشر الأهلية قامت بطباعة هذه الرواية على نفقتها تم إطلاقها في السوق الخاصة تم المفروض أنها تم إطلاقها في السوق الأهلية أيضا قامت بفتح المجال للأسرة لكل من يريد أن يطبع كتابا استعدت لطباعة هذا الكتاب من أجل دعم أداب السجون وفي سبيل ذلك تبرعنا بريع هذه الرواية لصندوق دعم طباعة كتب الأسرة من أجل رفض المكتبة الفلسطينية بإبداعات الأسرة وأيضا نحن نريد أن نقول كأسرة أن الأسير الفلسطيني ليس مجرد رقم وليس مجرد صورة ترفع في فعالية هنا وفعالية هناك وارتفع عدد الأسرة اعتقلوا كذا صار العدد كذا لا الموضوع مش موضوع فقط أعداد ومش موضوع ألم رغم أهميته هناك مبدعين الأسير الفلسطيني في يوم من الأيام كان هو صانع الحدث وكان جزء من الحدث ولم ينتهي دوره ولم يعود مجرد اسم وصورة هو مازال جزء من هذا الحدث اليوم ساحة الاعتقالية هي أهم ساحة عمل نضالي وتذكروا فترة الإضراب كيف أنه انعكست الحالة النضالية في السجون على الحالة في الخارج بالتالي نريد أن نقول أن هناك إبداعات هناك أسرى لديهم قدرات يجب أن نلتفت إليها وتستحق إبداعات الأسرى أن تكون جزء من مكتبتنا الأدبية الفلسطينية أكيد بما أن هذه الرواية تحتوي على تفاصيل وظروف اعتقال مدلة مهينة تم مصادرتها صدرت تقريبا ثلاث مرات أثناء محاولة تهريبها ونجحت في الخروج بعدين ضاعت لفترة طويلة حتى رأت النور فحدثنا عن هذا الجانب يعني يبدو أن هذه الرواية كانت تريد أن تخرج إلى الحرية وفي الحقيقة لما أنا كنت في حفل إطلاق الرواية شعرت أيضا أني حر حقيقي بحرية هذه الرواية إخراج أي شيء مكتوب من السجن ممنوع الورقة والقلم حصلت عليها الحركة الأسيرة بعد إضربات عن الطعام بالتالي سمحوا لهم ماشي اقرأوا اكتبوا جوا بس ما طلعوش ممنوع ومش بس ممنوع يعني إذا مسكت رسالة مثلا للخارج ممكن إن ذا هاي الرسالة السياسية أو يحطوها في إطار التحريض مثلا ممكن نروح كاتبها على الزنزين سبوع سبعين ممكن نروح على العزل أشهر وممكن نروح على العزل سنوات بسبب رسالة بسبب رسالة بسبب رسالة فمنوع يطلع إشي مكتوب هم بيدهم يكسر هذا الإنسان الفلسطيني المناظب يمش يقولوا إنه هذا جوه ما زال عنده قدرات وعنده همه وعنده إبداع للكتابة شو استفادوا بكلك معناته إحنا فشلنا وبتظل الحالة النضالية عند الأسرى إنه السجن رغم ألامه لا ما زال ساحة نضال بالتالي بمنعه أنا كتبتها أول مرة أشارك فيها في مسابقة خاصة بالحركة الأسيرة صادروها مسكوها وصادروها كتبناها نسخة ثانية ونسخة ثالثة وتصادرت الثلاث نسخ إحدى هاي النسخ خرجت تمكننا بخروجها الحرية وصلت أحد الأصدقاء وهو كان شايف إنه بده يخليها عجانب لبين ما أروح أنا كان المفروض أروح بعد سبع سنين من الاعتقال وعادي محاكمتي من جديد بعد ما خلصت السبع سنين فبالتالي صار حالة إحباط عند الأصدقاء عند الأهل فخباها ما أعرفتش ظل عندي نسخة أخيرة فغمرت فيها مع أسير في سجن نفحة كالي ظروف إخراج المكتوب أسهل فصدرت فقدت الأمل إنه هاي اللي الرواية خلص والقصة ملهاش نصيب وكان المفروض أنا كتابي اللي يصدر كتاب آخر مش البوسطة كتابي تحدث عن الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال في زيارة لصديقي لكي بكل فيه إليك إشي عندي أنا طبع جزء كبير منه هاي موجود بكل وشو كل البوسطة فقلنا لأ إنه البوسطة تستحق اتزامنت مع الإضراب وموضوع إنها كانت مطلب فقلنا لأ خل البوسطة تكون رقم واحد لأنها لطيفة خفيفة وبتنقل قصة محطة من المحطات كما أنا قلت مهم تسليط الضوء عليها فكان نصيبها بعد كل هذا العناء أن تخرج إلى الحرية وهذا نوع يعني كمان نوع في أمل صحيح إنه حرية قادمة حرية قادمة لا محالة فيش إمكانية رحت 12 سنة تحررت ضاعت الرواية وسودرت تحررت تحرر أبو شادي بعد 34 سنة من الاعتقال وسيتحرر للأسرة أيضا فبالتالي يجب أن يظل الأمل قائم يعني برأيك اللي استطاعت هذه الرواية إنها توصل صوت الأسرة وتوصل ما يعانونه من وطأة السجون وظروف الاعتقال المهينة في سجون الاحتلال أنا بتمنى من قرأ الرواية بعض الأصدقاء اللي قرأوا الرواية ثاني يوم أخذوها ثاني يوم حكوا معي أو بعثوا لرسالة بأنه إحنا قرأنا الرسالة يعني قرأنا الرواية مباشرة وعشنا هاي الظروف ولم نكن نتوقع إنه هيك بصير في المحاكم بعض الأصدقاء كان عنده ردة فعل في محطة من محطات الرواية ردة فعل جنية إنه شو اللي بصير أنا بتمنى إنها توصل إلى الكل إنه الانطباع الأول إنه نعم وصلت بتمنى بتمنى إنه توصل رسالة الأسرة لأنه هاي مش رسالة عبد الفتاح حقيقةً وقصة عبد الفتاح هذه قصة الأسرة جميعاً قصة الأسيرات قصة الأمهات والزوجات والأبناء والآباء المسنين أيضاً نعم يعني هل ذاك أعمال جوائية قادمة أيضاً صحيح القادم هو مئة طفل في سجن عفر نعم القصة تحدث عن مئة طفل هذا الكتاب يتحدث عن حوالي 35 قضية تنولتها بشكل موضوعي جزء كبير منها يتعلق بانتهاكات الاحتلال بحق أطفالنا وما يحدث مع أطفالنا من لحظة الاعتقال إلى لحظة الحرية وما يحدث داخل التحقيق والسجون والمحاكمات وأيضاً تحدثت بشكل موضوعي عن دورنا فلسطينياً لحماية أطفالنا وتحدثت في بعض التقصير الذي يخصنا نحن فلسطينياً الكتاب أعتقد أنه صحيح صغطه بطريقة أدبية لكن هو كتاب اجتماعي موضوعي إن شاء الله يعني مش راح يكون سريع خلينا نعطي مجال إلى البوستة إن شاء الله خلال العام القادم في بداية العام القادم مع يوم الأسير مثلاً على سبيل المثال قد يخرج الكتاب الثاني أيضاً إن شاء الله يعني للأسف انتهى وقتنا ولكن كلمة أخيرة بتحب توجهها من خلال شاشة قناة الفلسطينية كلمة أخيرة تحية دائماً لأسرانا لصنودهم لإبداعاتهم أنتم موجدون أنتم مش رقم أنتم قيمة حقيقية في الساحة الوطنية الفلسطينية النضالية والتحية الأخيرة لأولئك المرابطين في القدس الشريف دفاعاً عن المسجد الأقصى والتحية والشكر لكم أيضاً أكيد مننا لك التوفيق نتمنى أن رسالتك اللي حطيتها في هاي الرواية إنها توصل لكل القراءة ولكل المواطنين وهتوصل أيضاً معاناة يعني اللي بيعانوا في سجون الاحتلال شكراً لك أستاذ عبد الفتاح دولي أسير محرر شكراً لك ونهارك سعيد شكراً لكم شاهدين أن نتقل الآن إلى فاصل قصير وأكيد نكملين معكم في حلقة هذا اليوم